لا يدخل عيد الأم البهجة ذاتها على كل البيوت فثمت فلسطينيات حارب الاحتلال أموتهن وتركهن يتجرعن حسرة الفقد والبعد في يوم الأمهات كلهن تراقب الأمهات الفلسطينيات بيوتهن بحثا عن أبنائهن الغائبين كأم شهيد هلا بتحسي بنقص أنه ابنك مو موجود معك أنه ابنك في عالم آخر أو في الجنة زي ما قالها قائدنا أبو رعد أنه قتلانا بالجنة وقتلهم بالنر طبعا شعور مؤلم شعور مؤذي يعني عارفين حالنا أنه ممكن بأي وقت وحدي أي أم ممكن عارف أنه ابنها ممكن ينطق بأي طريقة وبدون ما يكون عاملتهم أمهات أخريات أتعبن عتبات بيوتهن انتظارا لأبنائهن وبناتهن الأسرة والأسيرات لما ببكى ابنتك أو بنتك في البيت ليس كذلك لما ببكى عندهم صح ولا لا يعني أنت لا بتعرفيه وتيف حالتها سوى بنته لولد يعني تتيف حالة شو بوتر شو بيشرب بيمر في ظروف صحية يعني أنا بنتي مثلا تعبانا شوي فكالكي تبير عليها لأنني أنا أهن كنت بأعطني فيها كنت بأخذها موعدها على الدكاترة الأيام هذه يعني أنا لما بطلع ابني أو بنتي برة بقول الله أعلم رجع أشوف أولا لا يعني صعور صعب جدا جد للأم في الزنازين أيضا أمهات يأكلهن فرق أبنائهن والشوق لسماع كلمة أمي ولول مرة واحدة أنك تكوني أم أسيرة هذا شيء قاسي انتصار القاك مرت في أسعاب تجربة بحياتها كان ممكن تمر إنها تولد في المستشفى وهي مكبلة اليدين والقدمين تخيلي أم في لحظة المخاض وهي مقيدة كان هذا أقصى شيء ممكن تعيشه انتصار داخل الأسير اللي ضلت تحمل يعني حتى لما خلفت رجعت من المستشفى على السجن ثاني يوم وضلت فترة ابنها معها ضلت بتعيش قسوة تلك اللحظة المخاض وهي مقيدة لا شيء يهزم هذا الألم سوى عاصفة الأمومة الجارفة داخل كل فلسطينية كيف لا وقد تعلمنا الأمومة من الأم الأعظم فلسطين من رام الله المحتلة أسيل سليمان رؤيا في يوم الأم يستذكر الفلسطينيون زوجات الشهداء والأسر حلوات يكابدن على الدوام في سبيل تعويض أطفالهن غياب الأب بعد استشهاده أو أسره واحدة من هؤلاء الأمهات صابرات أم يامن زوجة الشهيد تامر كيلاني من مدينة نابلس يوم الأم يوم الفرح الذي ينكأ جراح الأم الفلسطينية فهي أم وأخته زوجته وابنته الشهيد فقادت عزيزا رحل عنها دون سابق انذار بسلاح محتل قلب حياتها وحياة عائلتها هديك ستني بالضبط ونفس هذا اليوم والوقت تامر إجاني كنت بالبيت أنا أولادي أجاني قال لي كل عام أنت بخير قلت له شكلك متخربت أنا مش أمك قال لي ملا مش أمي صح بس أنت إليك حق أنت إم لايامن ووتين إليك حق علينا ونت كبيرة بعيوني كتير أنت إم لإلنا كل آياتنا أنت إليك حق علينا نقولك كل يوم كل عام أنت بخير مثلك مثل أي أم أضحكت مبسطت من كلامه كتير وجبر خاطر وقتها ذكريات شيماء لا متسعة فيها للفرح أو الأعياد خاصة وأنها أصبحت تحمل أعباء مضاعفة لتعويض غياب الأبي والزوج تترك وحيدة مع طفلين يعيشان تفاصيل الأمومة في كل لحظة ولمكان للأبوة في منزلهم يامن ووتين أولاد شهيد تامر الكلاني الذي اغتالته قوات الاحتلال فجر الثالث والعشرين من تشرين أول للعام الماضي أنا أخذت دورين هلأ وجاهد جهادين جهاد أول جهاد بجاهده صبري على فراق زوجي رحمة الله علي صبري على فراقه وبعده عني وعنه وأطفالي جهاد الثاني بإذن الله الله يتقبله يا ربي مني جهاد يا الله جهادي بقت ترباية أطفالي أدي الحمل وأدي الأمانة بديك تكوني دور أمه قبل الأطفال حطيتها دول الصور لأنه وين ما نديروا جهنا حتى أنا وأطفالي إنه نظنى متذكرين تامر بعيوننا وعايش معنا بكل ثاني حتى بفترة نامنا بالليل تامر بيكون كل صوره قدامنا نتطلع صورته وضحكته وكلامه يترك الشهداء الأباء عند رحيلهم أمين الأولى أمه المكلومة أما الثانية فزوجته وأم أولاده تلك التي فقدت نصفها الآخر فصار لزاما عليها أن تكون الكل الكاملة لأطفالها من مدينة نابلس المحتلة حافظ أبو صبرا رؤية لم يخرج الاجتماع الثاني بين سعودية وفرنسا بباريس قبل أيام بأي اتفاق حول الملف اللبناني بل كرس التباين بين الطرفين حول مقاربة الاستحقاق الرئاسي اللبناني في وقت لم تظهر معالم عكاسات التقرب السعودي الإيراني على لبنان بعد بل على العكس فإن المشهد السياسي يزداد تعقيدا على حلبة الاتفاقات الإقليمية والاجتماعات الدولية يحضر الملف اللبناني من بوابة الاستحقاق الرئاسي لكن يبدو حتى اليوم أن رياح التحولات الإقليمية لم تلفح لبنان بعد فاجتماع باريس بين فرنسا والسعودية انتهى بتباين في الموقفين بحسب مصادر مطلعة تشير لرؤية إلى أن فرنسا مصر على مبدأ المقايضة بين الرئاستين الأولى والثانية أولويات تتعارض ولا تتوافق مع التوابط السعودية حول الحل أو الوصول إلى تسوية المقايضة الأخيرة كانت سليمان فرنجي رئيسا للجمهورية والقاضي السفير نواف سلام رئيسا للحكومة المملكة العربية السعودية تعتبر بأنه لابد أن يكون هناك رئيسا للجمهورية يكون رئيسا للجميع يكون وسطيا أما رئاسة الحكومة فيجب أن يكون على رأسها شخصية صاحبة تاريخ سياسي ولا يكون مرتهنا ألا اتفاق الفرنسي السعودي سيكون له تبعات لبنانية بمزيد من الاستعصاءات وتقول مصادر مواكبة أن حزب الله سيتمسك أكثر مع محوره بترشيح فرنجية مراهنا أيضا على تنازلات ينتظر أن تقدمها السعودية على الساحة اللبنانية بعد اتفاق بكين عندما كان يسأل الإيراني أو حتى السوري عن الملف اللبناني كانت الإجابة راجعوا حزب الله في لبنان وبالتالي الملف الرئاسي بما يعني هو حصرا عن شخص هو سيد حسن صلى الله إن كان في اتفاق صعودي إيراني أو ما في اتفاق صعودي إيراني موقف حزب الله لم يتغير نعم يريد رئيس لا يطعن المقاومة ويعتقد أن استيماني فرنجي لديه هذه المؤهلات ولا يبدي ليونة انتجاه مرشحين آخرين مرشح حزب الله في لبنان هو جزء من محور ولا يمكن أن يكون متوازنا لذلك هناك إعادة مقاربة فيما يتعلق بهذا الاتفاق أيضا من الصعب على الإيرانيين أن يقتنسوا رئاسة الجمهورية بعد هذا الاتفاق المعطيات المعلنة تؤكد أن التقدم في الملف السياسي يتطلب تغطية دولية أكبر فيما ينتظر أن يتكثف التنسيق في شأن الأزمة اللبنانية بين واشنطن والسعودية في المرحلة الراهنة فهل تدخل الرئاسة مرحلة العد العكسي؟ وفي ضوء عدم تمكن اللقاء السعودي الفرنسي من الوصول إلى قواسم مشتركة واستبعاد عقاد لقاء ثاني هذا الأسبوع أسابيع مفصلية تنتظر لبنان فيما تبقى المراوحة في المواقف على حالها بانتظار تطورات خارجية تفكك عقد الداخل من بيروت جولنا نصر الدين رؤيا